بسم الله الرحمن الرحيم طلابي وحبيبي طلب الثانية سنوي مع شابتر 11 من مصرحية كانجلير بص حبيب قلبي هنا بيقولك أتنت الخيمة انزا فرنش كامب في المعسكر الفرنسي يقولك ان كورديليا بتتكلم مع كنت تمام وكمان مع الدكتور ومع الجانتلمان فهنا موجود معاهم الكنجلير في المهم الكنجلير بيقولهم هو انتوا بتعملوا ايه؟ انتم مفروض ما تساعدنيش عشان أعيش انتوا ربما تكونوا سعداء أو مبسوطين لكن انا حاسس كأني على جمرة من النار قويل اللي هي الساقية اللي بتبقى أو الدورية اللي بتبقى في السرك اللي بيكون مشتعلة فيها النيران لكن هو هنا عايز يقولك انا انتوا قافر حنين بوجودي وباني عايش لكن انا حاسس ان انا كأني على جمرة من النار فالمهم الكورديليا بتقوله سير يا سيدي دو يو نو هو اي ام سير دو يو نو هو اي ام يعني هل تعلم او هل انت تعرف مين انا فالكنجلير قال لها هو انا فين هو احنا بالليل ولا بالنهار فالكورديليا بتقوله انت مش محتاج ان انت تركع او انت مش مضطر تركع كلمة ميل يعني تركع انت مش محتاج ان انت او مش مضطر ان تركع before me امامي فالكنجلير قال لها lady i am a very foolish old man انا رجل عجوز واحمق more than 80 years old عمري اكتر من 80 سنة and i think i am a little bit mad وانا حاسس ان انا طايرة مني هبا يعني انا مجنون شوية i think اعتقد i should know you اعتقد ان انا عارفك and also this man واكيد برضو عارف الراجل ده هو طبعا هنا دلوقتي بيشاور على كنت فبيقول but i am not sure لكن انا مش متأكد قوي i can't remember putting on these clothes انا ما كنتش فاكر ارتداء هذه الملابس and i don't know where i stayed last night يعني انا ما كنتش فاكر انا لبست الملابس دي امتى وانا يعني اعت فين الليلة الماضية don't love me ما تتحكوش علي but it is possible لكن من الممكن ذات اني you are my daughter كورديليا لكن اكيد انتي بنتي كورديليا او انتي ممكن تكوني بنتي كورديليا فكورديليا قالت له it's true it's true يعني فعلا كلامك صح yes i am انا فعلا كورديليا فالكينجلير هنا بيقول لها are you crying هل انتي بتبكي yes you are please don't cry من فضلك لا تبكي if you have some poison for me لو عندك سمي لي i'll drink it انا هشربو your sisters اخواتك have been cruel to me اخواتك كانوا قصين جدا معايا you have a good reason you have a good reason to be cruel to me وانتي عندك بصراحة حق انتي عندك حق ان انتي تكوني قصية معايا but زي دونت لكن انتي طبعا لكن هما لأ هما مفيش سبب يخليهم قصين علي انا اديتهم كل حاجة لكن انتي حرمتك ومع ذلك انتي مكتعملش حاجة فانت لو انتي قصية علي انا متقبل لكن هما لأ ملهمش حق في كده فكورديليا قالت له i'll never be cruel to you انا عمري ما هكون قصية معاك يا والدي فالكينجلير بيقول this can't be true it's better to forget me من الافضل تنسي now دلوقتي هننقل بعد كده على المشهد اللي بعده المشهد اللي بعد كده يا شباب بيقولك in the British Camp يعني في in the British Camp اللي هو في المعسكر البريطاني near Dover بالقرب من Dover Edmond دوت enters with Regan enter بيخش مع Regan ف Regan بتقوله ايه now Edmond دلوقتي يا Edmond tell me honesty قولي بصراحة are you working for my sister Goneril هل انت شغال مع اختي Goneril ف Edmond قال لها I am not madame لأ يا madame ف Regan بتقوله so you are not helping here يعني انت مش بتساعدها to take my lands انها تاخد ارضي مني ف Edmond قال لها no you must think the things ما ينفعش ان انت تفكري في الحاجات دي كده بالشكل دوت ف Regan بتقوله I don't trust my sister Edmond I don't trust my sister انا مش بصق في اختي Edmond please don't work with her ما تشتغلش معاها ف Edmond بيقول Don't worry ما تقلقيش She and her husband هي و جزها اللوى Albany The Duke of Albany اللوى Duke Albany مش يعني ما تقلقيش هي و جزها Duke Albany The Duke Albany enter هنا بقى في اللحظة دي و طبعا كان بيكمل فهنا Duke of Albany Duke Albany دخل و معاك جونرل مراته and some soldiers وبعض الجنود فالجونرل بتقولي نفسها كده I must not let انا مش لازم ادع او اسمح ل Edmond work for my sister انه يعمل لاختي فالبني جزها بيقول لها بيقول ريجان ريجان Have you heard the news هل سمعت الاخبار The king الملك is with his daughter Cordelia الملك حاليا عند بنته Cordelia and the others who are helping him واخرون يساعدونه We must be ready to fight احنا لازم نستعد ان نحارب now دلوقتي because the French army لان الجيش الفرنسي Have invaded بيخزو او بيتوسع But the French are not here to help Leer ولكن الفرنسيون هنا مش عشان يساعدوا الملك Leer I think we have been too cruel to the king اعتقد ان احنا كنا قصين جدا مع الملك هنا بقى ريجان بتقول Why are you telling me this now هو انت ليه بتقول الكلام دا دلوقتي فجونرل بتقول We must join together لا دا احنا لازم ان احنا نتحد معا جامد يعني لازم ان احنا نتحد جامد مع بعض لازم يعني نقف جامد جدا مع بعض فالبني بيقول Let's plan what to do with the officers تعالوا نخطط هنعمل ايه مع الزباط Then we can go into battle بعد كده نخش ايه الباتل وهي المعركة فالمم ادموند بيقول Can you help Can you help you I will join you in your tent انا هنضملكم في الخيمة على طول فريجان بتقول Are you coming with us جونرل انت جاية معانا يا جونرل فجونرل قالت لها لا فريجان قالت لها Please come with us لو سمحت تعالي معانا فجونرل قالت لنفسها كده Oh I know انا عارفة Why you want me to go انا عارفك ليه عايزاني اروح معاكو You don't want me to stay here with Edmund انت مش عايزاني اقعد مع Edmund الوحدينة فالمهم بتقول لي I'll come soon انا جاية على طول المهم As the exit وهم خارجين Edgar enter ادجر بقى اه اللي هو اخو Edmund دخل He is still Disgused يعني كان لسه مازال متنكر As poor Tom احنا طبعا عارفين انه هو كان متنكر في شخصية Tom الفقير Tom الفقير المجنون فالمهم ادجر بقى هنا بيقول لألبني لواجوز جونرل I am a poor man انا رجل فقير But ولكن Please listen to me لكن من فضلك تسمعني Before you fight the battle قبل ما تبدأ تحارف في المعركة With the French ضد الفرنسيين Read this letter اقرى الخطاب ده If you win the battle لو انت فست بالحرب Below your trumpet انفخ بهذا البوق So I knew So I know ساعتها انا هاعرف what has happened إلا حصل I can prove انا اقدر ازبت what is written here انا اقدر ازبت ايه اللي مكتوب هنا Good luck بالتوفيق فيه فهنا ادجر خرج Albany reads the letter ارى الخطاب او بيقرى الخطاب And then exits وبيخرج Then Edmund enters وبعد كده Edmund بيدخل المشهد اللي بعده بيقول لك ايه بقى بيقول لك هنا في المشهد ده In a field في حقل Between The British And The French في حقل ما بين الجيش الفرنسي كده والجيش الفرنسي There are sounds فيه اصوات لباتل معركة ادجر اندجر 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 بيدخل بقى ادجر وابو جالستر فالمهم ادجر بيقول الكنجلير has lost the battle الكنجلير خسر الباتل المعركة And he is now a prisoner وهو دلوقت سجين with his daughter Cordelia مع ابنته Cordelia This is a bitter pill تصولو ده ده امرح لابنشربو Quick أسرع أو أسرعو We must leave لابد ان نغادر فالجالستر بيقول I can't go on Leave me انا مش هقدر اكمل بص انا مش هقدر اتركني I can't die here انا هموت هنا فا ادجر قال له No لا Remember that we can't choose the time of our death تذكر ان احنا ما نقدرش نختار وقت وفاتنا Just as We can't choose the time of our birth زي بالظبط ما بنقدرش ان احنا نختار وقت ميلادنا المهم الجالستر بيقول له You're right فا ادجر قال له Let's go هيا نذهب وراحوا مخارجين المشهد اللي بعده الشباب بجد المسرحية دي ممكن مش قادر اقول لكم ان امتع المسرحيات اللي انت فعلا لو دخلت جواها واندمكت جواها هتلاقيها ان انت حبيبة جدا يعني بجد فعلا هي بتجسد شخصيات منهم الخاين ومنهم المخلص حاجة جميلة او بجد يعني فعلا بتستمتع بيها يعني المشهد اللي بعده بيقول لك في المعسكر البريطاني مير دوفر ادمند هنا بيخش مع كينج لير وكورديليا وبعض الجنود لير وكورديليا دلوقتي هم مساجين فا ادمند بيقول لحد ما نعرف جونرل وريجان هيعملوا فيهم ايه فالمهم الكورديليا بتقول انا مش خايفة على نفسي انا زعلانة على الملك لأنه سيعاني كثيرا فادر والدي هل انت عايز تشوف اخواتي كينج لير قالا لا انا افضل ان اذهب الى السجن واني ما شوفش خلقة اخواتك دول there we can be together بعدين احنا هنبقى مع بعض we will sing like birds هنغني مثل الطيور in a cage في القفص ادمند قال take them away from me خدوهم بعيد عني الكنج لير قال i'm so happy that you are with me انا سعيد ان انت معايا يا كورديليا we want to be apart again عمرنا ما هنبعد عن بعض تاني dry your eyes نشف عينك يا daughter يا ابنتي our enemies اعداءنا will starve هيعانوا وهيجوعوا before they make us cry قبل ما يخلونا ان احنا نبكي let us go المهم هنا الكنج لير وكورديليا خرجوا مع الحراس الجاردس ادمند بيقول come here captain تعال هنا يا captain follow the prisoners to the prison تتبع المساجين حتى السجن read this message اقرى تلك الرسالة and do as it says واعمل اللي الرسالة بتقول عليه if you do this لو عملت كده i will reward you ادمند gives the captain a note ادى الكابتن نوت فالكابتن هنا بيقوله i will do the message says انا اعمل كل الرسالة بتقوله يا لورد الكابتن هنا والsoldiers بيخرجوا البني بيدخل ومع جونرل براتو ريجان and some soldiers وريجان وي بعض الجنود فقلبني بيقول ادمند you were very brave انت كنت شجاع جدا في المعركة today اليوم and we did well وقديت كويس to win عشان كده احنا فوزنا did sorry do you have the prisoners هل معاك المساجين bring them to me احضرهم الي so i can decide وانا اكرر what is the best for the future of our kingdom وانا اكرر ايه افضل حاجة هتحصل في مملكتنا فا ادمند بيقول البني i have sent the old king to prison انا بعت الملك العجوز الى السجن with a guard مع حرس we can't let people see him ولم اسمح للناس ان ترى his old انه عجوز and his age will make the soldiers وسنو هيخلي كل الجنود who see him التي ترى feel sorry for him تتعاطف معه they might want to support him هما هيبقو عايزين ان هما يساندوا i have sent queen Cordelia to prison وأرسلت الملكة Cordelia معه you can see them tomorrow تقدر تشوفهم بكرا فريقا بتقول له استمع يا ادمند you are a good soldier انت قندي هايل but you aren't yet equal but you aren't yet equal لكن انتم مش متسويين you shouldn't make these decisions لازم ان انتوا تاخدوا هذه القرارات فريقا بتقول i seek kind ادمند انا شايفة ان ادمند ده as an equal يعني ان انتم متسويين he let our soldiers هو قاد الجنود قاد الجنود جيدا today in a battle في المعركة i think he can call himself equal to you اعتقد ان هو متساوي معاك فجونرل بتقول لها wait 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 استني كده يا اختي i understand what you are blank انا فهم انت يا ايه انت بتخططي يا مدمخ سمي دي على ايه انا فهم انت بتخططي كويس ازاي you want edmond to help you ده انت عايز ادمند يساعدك to take power from me انه ياخد سلطة مني انا وزوجي but this won't happen لكن ده مش هيحصل because first edmond لان اولا edmond will help me take power from your from you لان ادمن هيساعدنا عشان اخد السلطة منك فريجند قالت edmond help me to take power from my evil sister ساعدني ان انا اخد السلطة من او نفوذ اكبر من اختي الشريرة دي if you say yes لو وفقت you want to be the equal of albony هتبقى متساوي مع albony و جونرل but you will their lord لكن انت كمان هتبقى الحاكم عليهم and ruler والحاكم للمملكة وبكده بينتهي معانا شابتر 11 والى اللقاء في الفصل الاخير اللي احنا منتظرينه بشوق عالي ان شاء الله الشابتر الاخير هيكون ممتع بإذن الله حتى القاكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم